العراق محور اهتمام عربي ودولي وفي البحر الميت بالأردن حيث انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد يؤكد المجتمعون أن العراق ركيزة في أمن المنطقة يجب عدم التدخل في شؤونه الداخلية أو العبث بأمنه ويجب احترام حسن الجوار المؤتمر انعقد أساساً لتأكيد الدعم للعراق انعقد أساساً لتأكيد اقتناع كل الدول المشاركة والمنظمات المشاركة بمركزية أمن العراق واستقراره وسيادته وإنجازاته للمطقة برمتها أكد المشاركون أنه لن تتحقق التنمية التي تنشدها دول المنطقة بدون التعاون في حل قضايا ذات بعد إقليمي وتحديات مثل أمن الطاقة وأمن المياه ومكفحة الإرهاب حيث تحتاج للعمل المشترك في إطار من الاحترام بعيداً عن التدخلات في الشؤون الداخلية حينما أتحدث عن مظلة حوارية أتحدث أيضاً عن مظلة للتعاون والعمل المشترك المشاركون يدعمون استقرار العراق وازدهاره من خلال تعاون بين دول المشاركة في المؤتمر وعلى هامش المؤتمر عقدت لقاءات ثنائية بين المشاركين تركزت على كيفية مواجهة المصاعب التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وأهمية الشراكات الدولية في حلها يبحث المشاركون عن أمن المنطقة واستقرارها وسيجدونه في استقرار العراق يقول معنيون فالتحديات والمخاطر متشابكة ومتداخلة وحلها يحتاج لتعاون بين مختلف الأطراف نايف مشاقبة، اسكنوز عربية، البحر الميت